الآن ننتقل بحضراتكم إلى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لننقل لحضراتكم وقاع المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد أشتية فإلى هناك بسم الله الرحمن الرحيم دولة الأخ الدكتور محمد أشتية رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة معالي السادة الوزراء أعضاء الوفدين الفلسطيني والمصري سيدات والسادة الحضور يعني سعيدني طبعا في مستهل هذا المؤتمر الصحفي المشترك كان أرحب بأخي العزيز دولة الدكتور محمد أشتية ورئيس وزراء دولة فلسطين كما أرحب بالوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق لدولته ضيوفا أعزاء على أرض مصر أشراك كنانا مصر التي كانت وستظل داعما قويا ومساندا راسخا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة تلك الحقوق التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ومن حسن الطالع أن تكون مباحثاتنا اليوم مع فلسطين الشقيقة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة هي أول مباحثات رسمية يستضيفها هذا المقر الجديد مع أي دولة في العالم ليخلد التاريخ ذلك في سجلاته بتقدير واعداز ونسجله نحن في قلوبنا بكل محبة وترحاب الإخوة الأعزاء تأتي زيارتكم إلى مصر في توقيت مهم للغاية استموج المنطقة والأراضي الفلسطينية المحتلة بتطورات متلاحقة تهدد الاستقرار وتؤجج العنف وتلقي بزلالها السلبية على تطلعات شعوبنا نحو تكريس السلام والعيش المشترك وإنني أؤكد لكم في هذا الصدد التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم سمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك فقد أكدنا خلال المباحثات على ضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تزيد من حالة الاحتقان لدي الشعب الفلسطيني من أجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعودة الأمل في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا لمقاررات الشرعية الدولية وعلى صعيد العلاقات الثنائية فقد تطرقت مباحثاتنا الموسعة اليوم إلى العديد من موضوعات التعاون المنبثقة عن التوافقات التي تمت أمس خلال المباحثات التي جرت بين الأشقاء في الوفد الفلسطيني مع نزرائهم المصريين وخاصة فيما يتعلق بمقترحات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصرية إلى السوق الفلسطيني فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربائي والتعاون في العديد من المجالات الأخرى واختتمنا الحقيقة مباحثاتنا بأن شهدنا التوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين وبروتوكول التعاون في مجال الزراعي بين وزارتين الزراعة في مصر وفلسطين وإنني على ثقة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفعيل المزيد من أطر التعاون المشتركة وختاما أكرر الترحيب بأخي العزيز الدكتور محمد أشتية دولة رئيس وزراء فلسطين وكذا الإخوة الأعضاء الوفد المرافق لسياداته متمنيا لكم جميعا طيب الإقامة في بلدكم الثاني مصر مصر كما أتمنى لوطنهم الغالي فلسطين الحبيبة وشعبها الصامد كل الخير والأمن والاستقرار شكرا لكم وأخي العزيز تفضل فهم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا دولة الرئيس الأخ الصديق العزيز الدكتور مصطفى المدبولي الشكر موصول لأخواني الوزراء في جمهورية مصر العربية والشكر موصول أيضا لأخواني وزراء دولة فلسطين التحية دولة الرئيس من سيادة الرئيس محمود عباس لأخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارتنا اليوم جاءت بدعوة كريمة من دولة أخي رئيس الوزراء وهذه الزيارة الثانية التي نقوم بها إلى جمهورية مصر العربية حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة منظمة التحرير وحاضنة المشهد الفلسطيني بكامل مفاصله وتفاصيله وتشرفت اليوم أيضا بهذا اللقاء وحسن الاستقبال دولة الرئيس أشكرك جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال ودفء الاستقبال وأشكرك بشكل شخصي لانخراطك في هذا المشهد الفلسطيني اللي احنا نحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى والعلاقة بين مصر وفلسطين لم تدأ عندي وعندك اليوم احنا نراكم على كل الذين سبقونا سواء كان ذلك الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس ياسر عرفات لأخيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما تلى من كل رؤساء لجمهورية مصر العربية الذين هم كانوا دائما رعا للمشهد الوطني ولكن أنا قلت وأود أن أكرر أمامك وإخواني الإعلام أن فلسطين تعشعش في قلب كل إنسان مصري مثل ما أن مصر تسكن في قلب كل إنسان فلسطيني هذه العلاقة التاريخية المتجذرة بين بلدينا اليوم نعززها بالمشهد السياسي الداعم لفلسطين في جميع المنصات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود عام سبع وستين وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين من أجل أن يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل هذا الإقليم المتغير والظروف الدولية المتحولة التي نعيشها نحن وأنتم اليوم ونحن دولة الرئيس شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحل الدولتين نحن شركاء مع مصر بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والذي مضى وكان مناسبة تأسيسها أول أمس وولدت هنا في القاهرة ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهاءه وتعزيز المشهد الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونحن أيضا شركاء دولة الرئيس في مواجهة الإرهاب الذي عاشت منطقتنا لأننا نريد لهذا السلام أن ينتهي ولكن للأسف الشديد في الوقت الذي نواجه فيه هذا الإرهاب هناك دولة إرهابية في المنطقة وهي إسرائيل التي تمارس إرهابها سواء كان ذلك إرهاب المستوطنين أو سواء كان ذلك إرهاب الدولة استشهد عند الشعب الفلسطيني من أبنائنا منذ بداية العام حتى اليوم 165 شهيد قطاع غزي لا زال تحت الحصار وأيضا هناك اجتياحات لمدننا وقرانا ومخيماتنا وأشكرك جزيل الشكر على كل دعم تقدم مصر في رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزي ورفع المعاناة عن أهلنا في الأراضي الفلسطينية دولة الرئيس كما تعلم وضعنا أمامك خريطة لما يجري في المشهد في الأراضي الفلسطينية تشن علينا إسرائيل حروب مختلفة هناك الحرب على الأرض والجغرافيا بالمصادرات هناك حرب على الإنسان والديمغرافيا بالاعتقال والقتل وهدم البيوت والتهجير وغيره وهناك حرب على الرواي الفلسطيني أن إسرائيل تقول أن أرض فلسطين أرض متنازع عليها وأن هذه الأراضي هي يهودة والسامرة وحق العودة لليهود إلى فلسطين كل هذا الكلام دولة الرئيس نحن نعلم علم اليقين الأراضي الفلسطينية هي للفلسطينيين ونحن أعطينا فلسطين اسمها وهذه الأرض المحتلة سوف يزول عنها الاحتلال إضافة إلى هذه الحرب هناك حرب المال إسرائيل تقططع من أموالنا بشكل شهري حوالي 275 مليون شيكل ما يعادل 100 مليون دولار تحت حجة أننا نقوم بواجبنا تجاه أولادنا من الأسرة والشهداء وأكد لك أننا سبقا نبقى أوفياء لأولادنا من الأسرة والشهداء هذا الأماني في عنقنا مثل ما أن المسجد الأقصى أماني في عنقنا جميعا ومثل ما أن أرض فلسطين أماني في عنقنا أيضا جميعا دولة الرئيس أشكرك مرة أخرى على الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم وأن هناك اتفاقيات أيضا سيتم توقيعها وأن جولة المشاورات التي أجريت بشكل ثنائي بين وزراءنا في مختلف التخصصات إخواني الوزراء الحاضرين وزير الخارجية وزير الداخلية سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية وزير الاقتصاد وزير الزراعة وزير الأوقاف وزير المواصلات وزير الأشغال والإسكان وزير التعليم العالي وزير الصحة الأمين العام لمجلس الوزراء الناطق باسم الحكومة رئيس سلطة الطاقة وكيل وزارة المالية مستشارة رئيس الوزراء ومستشار رئيس الوزراء للشهون الاقتصادية مساعد رئيس الوزراء كلنا محملين بالشكر والتخدير على الحفاو التي استقبلنا فيها من إخوانك الوزراء وهذه حتما وأكيدا بتوجيهات من دولة أخي رئيس الوزراء أمس تشرفت أيضا بلقاء شيخ الأزهر واستقبلنا بحفاوة عالية وكذلك بابا الكنيسة كنيسة الإسكندرية وأيضا تشرفنا بلقاء الوزير عباس كامل ووفد من رجال الأعمال المصريين مع وفد رجال الأعمال الفلسطينيين دولة الرئيس أقدم لك التهنئة على هذا الإنجاز اللي شفنا اليوم وأقدم لك التهنئة ولشعب مصر على هذا الحدث الهام من اللي رأيناه وأنا سعيد جدا وتشرفت أنه أول لقاء وزاري يتم في هذا المبنى هو توج بفلسطين وباسم القدس وباسم الأرض المقدسة إحنا بجميع الأحوال عاجزين عن الشكر لحفاوة الاستقبال وأتمنى عليك دولة الرئيس أن تلبي دعوتنا بزيارة فلسطين أنت وإخوانك الوزراء لكي ترى أيضا أن هناك شعب فلسطيني يحب الحياة وأن هناك اقتصاد فلسطيني مقاوم وأن هناك مدينة توأم لمكة المقرمة وهي مدينة القدس وهناك مدينة بيت لحم التي ولد فيها السيد المسيح ومدينتنا القدس التي أسري بها بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى السماء العلى ونحن دولة الرئيس ندعي أن القدس هي أقرب نقطة إلى السماء واللي مش مصدقنا بيقدر يقيس ويطلع ويشوف شكرا جزيلا على لفك وشكرا جزيلا على حفاوة استكبالك وبارك الله فيك والتحية لشعب مصر على كل ما تقدم لفلسطين في التعليم وفي الصحة وفي المواصلات وفي رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزي وفي كل مجالات الحياة أنتم عمقنا وأنتم أهلنا ونفخر بهذا العمق ونفخر بهذه الأخوة بيني وبينك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيها أبو مازن بين إخوان الوزراء وبين الشعب الفلسطيني حيث ما كان حيث ما حل مع الشعب المصري شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا